النسخة الخامسة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أطلقتها سفيرة البرنامج نوالم دللي في احتفال أقيم في السراع الحكومي برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالوزير جمال الجراح وبحضور ممثل سفير الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي القائم بالأعمال حمدان الهاشمي وعدد من النواب والشخصيات الأكاديمية والتربوية الجراح أشار إلى أن الرئيس الحريري هو من المؤمنين بالشباب اللبنانيين والعرب هذه المبادرة لتكريم المبدعين والمساهمين في تطوير مجتمعاتنا هي مبادرة قيمة ومشكورة ويجب أن تستمر وتحتضن هؤلاء الناس لدينا تقاط شابة ومميزة ومبدعة ولمسناها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الفرق التي أرسلناها للمشاركة في دورات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين القائم بالأعمال الإماراتي حمدان الهاشمي أكد أن الإمارات وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم لأنها امتلكت القيادة الرائدة والرؤية أنطلق بكثير من الأمل إلى أن حصد نتائج إيجابية في المستقبل ونتمنى أن يعود هذا الجهد على لبنان الشقيقة بكل خير فاعلية بما يساهم من تقدم المجتمع لمواكبة التحديات المستقبلية مدللي أشارت إلى أن البرنامج يتميز بالتركيز على الذكاء الجامعي وبتحويله إلى فرص للتطور والتغيير وابتكار حلول مجتمعية فعالة